قرر رئيس الوزراء تعطيل الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر حزيران الجاري حتى مساء يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من ذات الشهر بمناسبة عيد الفطر السعيد وإلى خبر آخر صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ووزير النقل حسين الصعوب ووزير التنمية الاجتماعية وجيه عزيزة من حكومة الدكتور هاني الملقي وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق للرابع عشر من شهر حزيران الجاري وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اختتم زيارة رسمية إلى دولة الكويت أجرى خلالها مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في العاصمة الكويتية ركزت على العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة في المنطقة التفاصيل في هذا التقرير مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع أمير دولة الكويت ركزت على التعاون بين البلدين والتطورات الراهنة في المنطقة الزعيمان في مباحثتهما التي جرت في قصر دسمان أكدا على ضرورة مواصلة التنصيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية وبما يخدم مصالحهما المشتركة ومنظمة العمل العربي المشترك لقاء القمة تناول أيضا المستجدات على الساحة الإقليمية حيث أكد الزعيمان على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة وبما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها العلاقات الأردنية الكويتية الاقتصادية كانت على أجندة المباحثات حيث أعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه الكويت للمملكة والذي أسهم في تنفيذ مشاريع مهمة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال المنح والاستثمارات ودور المساعدات الكويتية المقدمة للأردن في مساندته في تحمل الأعباء الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين وتأتي القمة الأردنية الكويتية في ظل أزمة المقاطعة الخليجية لقطر التي تحاول الكويت منذ اندلاعها رأب الصدع في العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة لمصر حيث أجرى أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح زيارات لتلك الدول لمحاولة حل الأزمة والتأكيد على وحدة وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي نفى الجندي المتهم بقضية قاعدة الجفر تهمة القتل القصد الواقع على أكثر من شخص والإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة الأردنية ومخالفة الأوامر للتعليمات العسكرية أمام المحكمة العسكرية المختصة بالمحاكمة وقال الجندي المتهم في رده على سؤال المحكمة بعد إسناد التهم إليه من النيابة العسكرية وعم إذا كان مذنبا أم لا مجيبا أنه غير مذنب وكانت المحكمة عقدت جلستها العلنية الرابعة برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبدالله الفواز والرائد صفان الزعبي وبحضور ممثل النيابة العامة بدعي العام العسكري الرائد عوضد عجة حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من التعامل مع الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على تأمين فيزا لأداء فريضة الحج والذين ينشطون في مثل هذا الوقت أمين العام المديرية قالت أن العاملين في شعبة بحث جناء إقليم الوسط بأشر التحقيق في شكاوى سجلت لديهم من قبل عدد من المواطنين من مختلف محافظات المملكة والدعائهم بقيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم عن طريق خداعهم بأنه قادر على تأمين فيز لأداء فريضة الحج مقابل مبالغ مالية وأضافت المديرية أنه تم تحديد المشتبه به الرئيسي في ارتكاب تلك القضايا وبتتبعه ورصده وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وتوديعه إلى القضاء لإجراء المقتدى القانوني بحقه استعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب آخر استعدادات الهيئة الانتخابات البلدية واللا مركزية المقررة في الخامس عشر من آب المقبل وكان من أبرزها تدريب نحو سبعين ألف شخص على القيام بعدة مهام خلال العملية الانتخابية المقبلة تفاصيل أوفا في هذا التقرير الهيئة المستقلة للانتخاب اقتربت من البت في الاعتراضات التي قدمت لمحكمة البداية من قبل المرشحين محددة تاريخ الثاني من تموز القادم كموعد نهائيا لعرض الجداول النهائية للمرشحين هناك ثلاثة أيام للمحاكم البت في هذه الاعتراضات بعدها أسبوع لتعديل الجداول وصولا إلى 2-7 عندما تأخذ الجداول شكلها النهائي وتبدأ المرح الأخير في 3-7 لفترة الترشح 3-4-5-7 الهيئة وضمن آخر استعداداتها الانتخابات البلدية واللا مركزية المنوي إجراؤها منتصف آب المقبل دربت ما يقارب 70 ألف موظف حول المملكة على إجراءات الانتخابات وحيثياتها من بينهم 4500 مدخل بيانات قامت الهيئة باختبارهم منذ يومين للحصول على مدخل بيانات أكفاء الهيئة ابتدأت في تدريب المدربين الميدانيين الذين سيقوموا بتشكيل اللجان وتدريبها لجان الاقتراع والفرز والتي سوف يبلغ عددها ما يقارب 70 ألف من ضمن هؤلاء حوالي 4500 مدخل بيانات مجلس مفوضي الهيئة يراهن على جودة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة رغم أنها تعاد التجربة الأولى للمملكة ويعول في ذلك على كواديره المدربة وعلى الشركاء المحليين والدوليين وتعاونهم حمز الشوابكي رؤية أقر الكونغرس الأمريكي المساعدات الأساسية للأردن لعام 2017 بحجم مليار وثلاثمائة مليون دولار وقالت وزارة التخطيط في بيان صحفي إن إقرار المساعدات جاء وفقا للموازنة التي أقرها الكونغرس الأمريكي في بداية أيار الماضي تقديرا للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك وللأعباء التي يتحملها الأردن وللنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الأمريكية خلال المرحلة القادمة أكدت الوزارة ضرورة بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة بما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 إلى 2022 مع ساعة غروب شمس التاسع عشر من رمضان وإيذانا ببدء العشر الأواخر من الشهر الفضيل تنشط الحركة التجارية في الأسواق ننتقل إلى منطقة وسط البلد في العاصمة عمان للوقوف على الأجواء قبيل الغروب معنا من هناك من وسط البلد مراسلنا راعد بن طريف راعد مساء الخير الكلمة لك نعم ليلة مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين بالفعل الأسواق هنا في وسط العاصمة عمان وتحديدا من أمام المسجد الحسيني نشطة جدا الحركة التجارية هنا كما تبدو في الصورة واضحة الآن هناك ازدحام شديد للمركبات إقبال من المواطنين كثيف جدا على محلات العصائر ومحلات الخبز ومحلات الحلويات أيضا سنتحدث مع مجموعة من المواطنين حول الأجواء التي يرونها خصيصا في شهر رمضان في وسط البلد كل عم تبخير ورمضان كريم؟ كل عم تبخير الله أكبر مسيلي تحكينا كيف شايف أجواء رمضان داخل وسط البلد؟ زي ما أنت شايف أجواء حلو جميلة جدا وإحنا باج مناطق خارج وسط البلد مشان نشري عصير طبعا من ناس معينين من هنا من دون ذكر أسامي طبعا خوف الدعية طبعا وبس يعني يومات لازم يومات قبل الفطر بساعة أو ساعة أو نص لازم منزع وسط البلد نحن أجواء جميلة جدا منوقع معنا طبعا الأطفال والصغار منطقة هذي زي ما أنت شايف الناس كلها جاية تشريح حلوية ما هي المواد التمونية؟ بتشوفها كلها متوفرة في الأسواق في سلعة معينة شايف فناكسة مثلا سعرها مرتفع؟ المواد التمونية والله يعني مش مرتفع المواد التمونية زي ما تقول أسعارها زي أسعار الأيام العادية رغم الأقبال الشديد عليها أنا ما لاحط أي تغيرات عليها بس اللهم في بعض المتجات اللحوم زي اللحوم والجاج ارتفعت أسعاره في رمضان وما شات نزل من مرة يعني أقطت من تقريبا من 140 قريش لأليرتين وما هدت من مرة لحد السن شاكرا فقط شكرا جزيلا رمضان كريم يا عمي رمضان كريم تحكينا كيف شايف الأجواء رمضان داخل وسط البلد؟ بس بالتجار والله الحمد لله رب العالمين أجواء كيرا كويسة ولا أسواق بس والله ضعيفة جدا لما في حركة شراك طيب المواد التمونية بتشوفها متوفرة داخل المحلات؟ بوسط البلد بوسط البلد والله فيه إشي متوفر يعني قليل جدا نادر ما ندر تلقي شي مش متوفر طيب من حيث الأسعار كيف بتشوف الأسعار؟ والله مرتفع مرتفع كشير يعني في سلع معين بنحكي؟ زي الملابس يعني فيه الأسعار مرتفعة وما فيه أسواق يعني ما فيه ناس يستري شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني زميلة ليلة كما لاحظتم من خلال أراء المواطنين يعني على ما يبدو بأن الأسعار بعض الشيء مناسبة للبعض الحركة التجارية هنا تنشط على المواد الغذائية وعلى العصائر كما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بموضوع المحلات التجارية المتعلقة ببيع مستلزمات العيد من الملابس والأحذية وما شبه ذلك تنشط الحركة عليها عادة في العشر الأواخر من رمضان إذن هذه صورة مباشرة ننقلها لكم الآن من داخل وسط البلد لاستعراض أجواء رمضان فيها إليكم كل الشكر للزميل رعد بن طريف وضعتنا في أجواء الحركة التجارية من وسط البلد ونبقى معكم في الأجواء الرمضانية ففي أمسية رمضانية أقامتها قيادة درك المهام الخاصة ووحدة أمن الملاعب أكد المدير العام لقوات الدرك أن قوات الدرك وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية مستمرة في نهج التطوير والتحديث من خلال دعم العنصر البشري وتمكينه وتوفير المناخ الإداري والتنظيمي المناسب قوات الدرك اللوائر كونحسين محمد الحواتم من خلال الأمسية التي تخلى لها تناول وجبة الإفطار مع مرتبات درك المهام الخاصة ووحدة أمن الملاعب تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني من الحسين حفظه الله لجميع منتسب الدرك واعتزاز جلالته وتقديره لهم على الجهود المتميزة والمبذولة من قبلهم للحفاظ على أمن الوطن وصوني مقدراته وكرم اللواء الركن الحواتم خلال الأمسية عددا من رياضي قوات الدرك الحائزين على المراكز الأولى في البطولات التي شاركوا فيها مؤخرا على الصعيدين المحلي والدولي وقال اللواء الركن الحواتم إنما يحققه منتسب قوات الدرك من نجاح محلي ودولي ما هو إلا دليل على قدرة الشباب الأردني على تحقيق الإنجاز في حال توافرت عناصر التصميم والإرادة وأضاف أنه لا مكان للتذرع بنقص الإمكانات في ظل الدعم الموصول من جلالة القائد الأعلى وفي كافة المجالات رغم أن أسعار الذهب شهدت استقرارا منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث تروحت عالميا عند حدود 1267 دولارا للأنسة إلا أن الحركة الشرائية على مستوى السوق المحلية مصفت بالضعيفة التفاصيل في هذا التقرير شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارا رغم البيانات الأمريكية الجيدة للدولار وتزايد الطلب من البنوك السيادية في العالم اليوم السوق المحلي 1267 دولار للأنسة عالميا من عكسة أسعارنا المحلية 29 دينار و10 قروش للـ 24 25 دينار 75 قرش للـ 21 22 دينار وربع للـ 18 سعر الليرة الرشادي 182 سعر الليرة الإنجليزي 207 دينار تراجعت حركة شراء الذهب مع بداية شهر رمضان المبارك حوالي 70% مقارنة مع حركة شراء الذهب ما قبل الشهر الفضيل وذلك مع تغير أولويات المستهلكين في هذه الفترة كعادة كل سنة في بداية كل سنة من بداية شهر رمضان تنشغل الناس في الشراء الأكل والشرب حقيقة كان الطلب على الذهب ضعيف في الأسواق المحلية حتى اللي بيشتغلوا للإدخار والاستثمار كان العرض والطلب برضو يعني شبه متوسط بنعمل أنه في الأسبوعين الأخارينيات من شهر رمضان يتحسن السوق لا سيما أنه إحنا كنقابة وجهنا محلات أنه تفتح بعض الإفطار ليتسنى للمواطنين أنهم يشتروا مدخراتهم ويتوقع خلال نهاية شهر رمضان أن يشهد الذهب حركة نشطة خصوصا مع اقتراب موسم الزواج في فترة ما بين العيدين ليلة خالد رؤية أهلا بكم من جديد صادق الكنيسة بالقراءة التمهيدية اليوم على مشروع قانون اقتطاع واحتجاز المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة بعدف الضغط على الأسرى وذويهم المزيد في هذا التقرير هجمة جديدة تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم لنزع شرعية النضال الوطني الفلسطيني حيث صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى والجرحى من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية حاز القانون على 43 صوتا مقابل 13 صوتا فقط ضد القرار تحاول وصم الحالة النضالية الفلسطينية الأسرى الأبطال داخل سجن الاحتلال بأنهم إرهابيين وتوصم هذه التجربة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الاحتلال وهذه المقاومة المشروعة بأنها تنطلي أو تحت عنوين الإرهاب الدولي هذا مردود على الاحتلال حقوق أسرانة عوائل أسرانة من قاوم الاحتلال كل سبب الاحتلال وبالتالي هي محفوظة لا يمكن المساس بها هي من الخطوط الحمراء وضمن سياسة الضغط على السلطة الفلسطينية أعلن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون نية السلطة الفلسطينية وقف صرفه هذه الرواتب مؤكدا أنه تم نقاش القضية بشكل مباشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لواشنطن وهو ما نفاه المستوى السياسي الفلسطيني ولا أحد يجرؤ ويتطاول على مستحقاتهم خلي أمريكا تحكي اللي بدها تحكي وخلي إسرائيل تقول ولكن هذا يعني لا يمكن لعاقل أو لفلسطيني أن يقدم على هذه الخطوة لأنه إسرائيل تهدف من ورائها إلى تشويه تاريخنا أنه هؤلاء ما كانوا مناضلين من أجل الحرية هذول كانوا إرهابيين وهي قيادتهم بتقرر بذلك وبالتالي لا يمكن أن نقدع وأن نقع في هذا المطب نادي الأسير أكد بدوره ضرورة التوجه للقضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية لمقاضات حكومة تل أبيب في حال تم احتجاز أموال السلطة الفلسطينية ففلسطين دولة محتلة ولا ينطبق عليها سوى القوانين الدولية من مدينة رامالا المحتلة آية الخطيب رؤيا ينهي الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم عامه العاشر في ظل تخوفات تملأ الشارع الفلسطيني من أن يتحول هذا الانقسام إلى انفصال يدمر القضية وينهي المشروع الوطني التقرير التالي يرصد تلك المخاوف لم يعد مهما الاختلاف على تسمية ما حصل في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات إن كان انقساما أو انقلابا أو حسما عسكريا فالنتيجة الحتمية لمآلت إليه الأمور في ذاك اليوم هي هذا الانفصال المدمر للمشروع الوطني الفلسطيني دولة في رامالا وأخرى في غزة الانقسام أصبح مؤسسة هو صنع صناعة وهو أكثر إبداع عملة الصهيونية وإسرائيل في القرن الواحد والعشرين بحيث أصبحت الحالة الفلسطينية سبب في عدم إعطاء حقوق الفلسطينيين أعتقد أن الحل هو العودة إلى الشعب بانتخابات ديمقراطية ومن ينتخب الشعب هو يقرر مصير الشعب ولا نرهن القضية الفلسطينية بمصير فتح وخلافاتها أو بمصير حماس وحساباتها الانقسام هذه الجريمة التي لربما إن استمرت فستودي بفلسطين وقضيتها إلى الجحيم يحتاج وقفة شعبية جماهيرية تجبر طرفي المعادلة بالعودة عما حدث والعودة إلى الشعب القادر على تقرير مصيره ومصير قضيته الشعب الفلسطيني يريد أولا إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم تعريض المشروع الوطن الفلسطيني إلى مخاطر كما يجري الآن وهذا الأمر يتطلب أولا إلغاء كل ما يمكن أن يكررس هذا الانقسام في غطاء غزة ومقدمتها اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلتها حركة حماس كبديل لحكومة الوفاق الوطني والأمر الثاني هو تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهماتها وخاصة في غطاء غزة أو تشكيل حكمة الوحدة الوطنية الفلسطينية ومشاركة حماس والذهاب الانتخابات عامة لحسب الموضوع الفلسطيني إذ يحق للشعب الفلسطيني أن يفخر بحجم التضحيات التي قدمها في كفاحه الطويل والمستمر فإن من واجبه أيضا أن يشعر بالقلق لحجم الخطر الذي يتهدد حقوقه بالتصفية بفعل حالة الشرذمة النتجة عن استمرار الانقسام وما يخلفه من تبعات ثقيلة وخطيرة على مستقبل القضية والحقوق والأرض الفلسطينية من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا أتت النيران على مبنى سكني غرب العاصمة لندن فجر اليوم ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات مشاهد مرعبة أفاق عليها سكان الحي في حين ما زالت فرق الإنقاذ تحاول إخماد النيران حتى هذا الوقت المزيد في هذا التقرير بينما كانت مدينة الضباب تخفو في غسق الفجر تعالت صرخات مئات الأشخاص لإنقاذهم من ألسنة النيران التي التهمت مبنى مكونا من 27 طابقا وسط لندن عمليات إجلاء سريعة لسكان مبنى جرينفل قام بها أكثر من مئتي رجل إطفاء وإسعاف لنقل المصابين الذين بلغ عددهم حوالي 30 شخصا حتى الآن بينما ما يزال العديد من الأشخاص في عداد مفقودين النيران التهمت كافة الطوابق والتي بدأت من الطابق الثاني حتى الطابق الأخير فيما رجح مفوض هيئة حريق لندن أن تعود أسباب الحريق إلى خلل في الشبكة الكهربائية بسبب الحمولة الزائدة عليها شهود عيان يرون لحظات موت محقق هاربوا منه عبر القفز من النوافذ فيما مكنت العناية الإلهية بعض الشهود في محيط المكان من إبلاغ فرق الإنقاذ لحظة استيقاظهم لتتواجد خلال دقائق علها تمنع كارثة حقيقية في جولتنا الإخبارية حول العالم مزيد من الأخبار ومنها عائلات تشكل عوزة غرب مدينة الموصل العراقية ارتفاع حصيلة قتل الانهيارات الأرضية في بنجلادش إلى 132 شخصا هارب العديد من العائلات العراقية بعد المعارك التي شهدتها مدينة الموصل خاصة في المنطقة الغربية والعائلات تشكل عوزة والحاجة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك منتظرين حصولهم على السلة الرمضانية الخاصة بهم أعلنت رئاسة التونسية التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ التي كانت فرضتها منذ عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من العناصر الأمنية ويأتي هذا التمديد لمواصلة الحرب على الإرهاب في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحسنا ملحوظا من الناحية الأمنية اضطر المئات من الأفارقة على السواحل الليبية إلى دفع الكثير من المال وعبور ثلاث دول والصحراء الليبية حيث قضى العديد منهم في محاولتهم لبلوغ الجانب الآخر من البحر المتوسط أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي عن خطة عمل مشتركة لتجديد مكافحة الإرهاب فيما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية من جهتها الالتزام بالجدول الزمني لمفاوضات بريكست وقعت عدة إصابات في إطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده أعضاء الكونغرس الأمريكي بينهم رئيس كتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بحسب ما أعلنته الشرطة ووسائل أهلام عاد طالب أمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب دخوله في غيبوبة أثناء سجنه في معسكر لأشغال الشاقة الذكورية الشمالية بعد أن سمحت بيونج يانج بعودته إلى البلاد ارتفعت حصيلة قتلى لانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في بنغلاديش إلى 132 شخصاً مع استمرار محاولات رجال الإطفاء وقوات الشرطة والجيش الوصول إلى المناطق الجنوبية الشرقية النائية لتوزيع المساعدات نترككم الآن مع هذه المشاهد واللقطات وبالتعليق المترجم للقناة نتابع الآن حالة التقس ودرجات الحرارة لهذه الليلة ويوم غد المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة